شفت كلام هنا خلينا قوله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد إخواني ومن أحب الأشياء إلى الله سبحانه وتعالى أن تعمل العمل لوجهه الكريم فالإخلاص نعمة وعبادة تزيد في الأجر وتضاعف في الثواب فإذا قلت قل لله وإذا عملت فعمل لله واحذر أن ينظر الله إلى قلبك وفيه من الغش أو الكذب أو النفاق يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى والله ما نطقت بلساني ولا نظرت ببصري ولا سمعت بأذني ولا مددت يدي ولا مشيت برجلي حتى أنظر هل هي لله أم لغير الله فإن كانت لله تقدمت وإن كانت لغير الله تأخرت وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم هذه الطريقة اللي كان يؤدي فيها الأذكار هذه اسمها المواعد الرمضانية ثلاثين مواعدة رمضانية نزال الله خير حبيبنا الشيخ فهدي شميمري